أعوذي الله من شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل بي الوحدة التاسعة أثار المخلفات طريقة معالجتها زي Impact of Waste and Waste Treatment ونواصل شرح محتوىات هذه الوحدة وهنا نتناول النفاية السائلة أو Liquid Waste تكون الـ 99% من المكونات السائلة ونسبة للمواد الصليبة هي 1% وتكون من زائبة وغير زائبة وعضوية وغير عضوية معالجة النفاية السائلة تشمل مراحل طبيعية وبيولوجية وكيميائية أي سلاسة معالجات مراحل المعالجة هي المعالجة التمهيدية وحجز المواد الكبيرة الطافية أو ما يسمى بالغربلة المعالجة الابتدائية ترسيب المواد العضوية وغيرها وتنخفض المواد العالقة إلى 55% المعالجة البيولوجية تشمل أكسيدة هوائية ولا هوائية وتجمع المواد العضوية بواسط البكتيريا حيث تحول المواد العضوية إلى غير عضوية مثال الكربون العضوي إلى زائد بكتيريو أكسجين إلى ثاني أكسيد الكربون وهنا نتناول بشكل تفصيلي في الشرائحة القادمة شرح للمعالجة البيولوجية معالجة البيولوجية معالجة المخلفات السائلة بالكلور يتم قتل 99 من 10% من بكتيريا الكوليفوم من بكتيريا الكوليفوم ويجب أن لا يزيد الكولور المتبقي عن 2 من 10 3 من 10 جزء من المليون المعالجة البيولوجية كما وعدنا أن نشرحها بالتفصيل هنا تشمل تتم في أحواض تهوية أو مرشحات بيولوجية والمعالجة البيولوجية عبارة عن نشاط كيميائي تعمل فيه خليطة البكتيريا الصغيرة كمفاعل كيميائي البكتيريا الصغيرة كمفاعل كيميائي إذن خلية البكتيريا الصغيرة تعتبر كمفاعل كيميائي يقوم بتحويل العناصر العضوية إلى مكونات غير عضوية أبسط تركيبا مثلا الكربون العضوي زائد بكتيريا أكسجين الدينساني أكس encouraging والهيدروجين العضوي يعطونا هنا ماء والنيتروجين العضوي بواسط البكتيريا أكسية يعطينا نترات والكبريتا العضوي يعطينا كبريتات والفسور العضوي يعطينا فوسفات وتنقص المعالج البيولوجية إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام إذن هنا المرشحات البيولوجية يسمى Biological Filter أحواض مملوءة بالحصى والحجارة الصغيرة يمر خلالها الماء بعد خطوة الترسيم الابتدائي وتوجد بكتيريا في فجوات الحصص تقوم بابتصاص الأكسجين وأكساس المواد العضوية عملية الحمأة المنشطة أو أحواض التهوية يسمى Erration of Activated Sludge والحمأة هنا هي كلمة سلاتش هنا المنشطة Erration of Activated Sludge تعمل هذه المرحلة على تنشيط الكائنات الحية الدقيقة وذلك بتهوية المخلفات السائلة بعد خلطها بحمأة سبق تنشيطها وتحتوي على أعداد كبيرة من بكتيريا وعملية التقليب المستمر وعملية التقليب المستمر تساعد على تخثر المواد العالقة وتجميعها في كتل كبيرة وسهل ترسيبها في أحواض ترسيب ثروية تتلقى الماء من أحواض التهوية إذن هنا واحدة من المراحل المهمة في معالجة المياه الصرف الصحي لو أحد الزار هذه يلاحظ بالشكل هناك أحواض كبيرة وتسمى بأحواض التهوية الترسيب النهائي Final Precipitation وهنا تستخدم المواد المترسية في أحواض الترسيب النهائي كحمأة منشطة ويعاد قسم منها إلى أحواض التهوية ذلك الاحتوال العادة الكبيرة من الكائنات الحية الدقيقة